بحياتي في حلقة جديدة من رصد خبري اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيرفيسبورد متحور جديد اسمه اوميكرون بيشعل الرعب وبعض الاخبار بتوصل انه الملاعب بلشت تخلم للجماهير تدريجيا عشان هيك حلقة اليوم رح نتكلم فيها عن تفشي فيروس كورونا مجددا وهل من ممكن اتوقف كرة القدم بسببه ولا لا بعد ما رجعت المدرجات كاملة والحياة الحقيقية لكرة القدم معقول فعلا اتوقف من جديد؟ هناك اكثر من مباراة في بدايات كورونا تم وصفها بالقنبل البيولوجية مباراة اطلانتو فالنسيا في دور الابطال وكذلك مباراة لبربولو اتلاتيكو ايضا في دور الابطال واللي اقيمت في انفلد هذول المباريات يتهموا انهم ساهموا بانتشار الكورونا في مدن كاملة وهي ايضا مباريات متهمة بالتسبب بموت ما يقارب 80 انسان لذلك حضور الجماهير في المدرجات يبدو الشيء الاخطر وليس كرة القدم نفسها في الوقت الحالي اغلب المواطنين في اوروبا حصلوا على اللقاح زي ما بنعرف لكن اغلبهم رجعوا للحياة الطبيعية بعد ذلك يعني ما عاد في كممات وما عاد في تباعد اجتماعي وتصرف كأنه المرض انتهى وبعد ما ايجا اوميكرون هذا اصبح العالم في حالة رعب الفصيلة الجديدة اللي ظهرت في بوتسوانا وجنوب افريقيا انتشرت حول العالم ويبدو انها قابل للانتشار السريع ومنظمة الصحة العالمية اشارت كالعادة الى انها قالقة جدا والبعض بيتوقع لو ما رجعنا للحذر حيكون هناك صحايا كثير للأسف تعالوا نرجع لكرة القدم الموضوع بيعتمد بالكامل على حقيقة خطورة المتحور الجديد اللي لسه ما عليه معلومات كثيرة لكن بكل الاحوال كرة القدم وغيرها من الصناعات صعب توقف مرة ثانية لانه الضربة الاولى حطمت الاندي ماليا حرفيا ضربة ثانية طويلة الامد ممكن تنهي اللعبة اللي احنا بنعرفها عشان هيك شخصيا بس تبعد موضوع التوقف وعلى الاغلب حيصير الآتي حيكون في اجبار لكل اللاعبين على اخذ اللقاح وللي ما بده اللقاح حيكون فيه له نوع من العقوبات مثل انه ما رح يلعب لو ما اخذ اللقاح او يتم اجباره على عمل فحوص اكثر عددا من فحوص اللي ما اخذ اللقاح ايضا حيتم وقف الجمهور كله بشكل مطلق او بتكون النسب قليلة جدا وهون الهدف طبعا منع انتشار المرض ما بين الجماهير كمان رح نشوف اعادة تفعيل لبروتوكولات القديمة المتشددة اللي سمحت بعودة كورت القدم في السنة الماضية وبالتالي حتصير فيه تعقيدات في التدريب وزيالة عدد الفحوصات لللاعبين والفريق الفني حماية للجميع بالنهاية بتمنى نخلص من هالموضوع للابد وما نعود نحكي فيه انا شبه مؤمن ان شاء الله ان الكرة ما رح توقف وانه هذه الحلقة حتكون اخر رصد خبري عن هيك موضوع اللي بذكركم في نهايته انكم تتركوا لايك وتشتركوا بالقناة وايضا تلبسوا الكمامة لو سبحتوا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة